السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم من درس جديد من قناة Master English أتقن الإنجليزية درس اليوم فيه كتير من التفاصيل المهمة لحنا نتعلم جمل كتير مهمة مثل ما شايفين هالجمل جميعها في أزمنة مختلفة فلحنا نتعلم شوية أزمنة لكن من دون قواعد لحتى تعرف الفرق بين كل زمن والمعنى اللي منقصته والمعنى اللي بيتغير أيضا لما نستعمل زمن بدل من زمن آخر إذن هالجمل قررت ليقوهون كتير simple كتير بسيطين لكن كتير مهمين الدرس اليوم كتير مهم ولح نشرحه إن شاء الله بالتفصيل وإن شاء الله بعد هالدرس رح يكون في عندك فكرة باختلاف المعنى لما نستعمل زمن بدل من زمن آخر طيب يا جماعة يا جماعة الخير في شي كتير خطير بسمعه من العديد من المتعلمي اللغة الإنجليزية شو هو لما بدون يسألوا عن عمل عن عمل شخص ما شو بيشتغل بيقولوا ما بيستعملوا هالجملة ما بيستعملوا هالجملة متحدثين اللغة الإنجليزية إن كانوا أمريكان أو بريطانية أو أسترالية أو سكتلندية ما بيستعملوا هايدي الجملة ما بيستعملوا هايدي العبارة What's your job ممكن يفهموا عليك إذا قلت هايدي الجملة لكن ما بيستعملوها عالة بيقولوا What do you do What إذن هايدي كلها خطأ What do you do شي كتير مهم ما تقولوا What's your job ما بدي إيكم ما بدي إسمعكم عم تقولوا What's your job بدي إسمعكم عم تسألوا What do you do What do you do ماذا تفعل أكيد بمعنى ماذا تعمل وفيكن تقولوا What do you do for a living لتكونوا محددين أكتر عم تحددوا أكتر ماذا تفعل لكسب لقبة العيش What do you do for a living إذن فيكن تقولوا What do you do أو What do you do for a living كتير 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 مهمة هالنقطة لأنه ما بنستعمل What's your job فيكن تقولوها قد يفهموا عليكن لكن محتسمعوا أبدا وإذا سألوكن عن عملكن وإنتم متوقعين أنه يقولو لكم What's your job لكن قالو لكم What do you do ما بتعرفوا هلا عبارة ما بتعرفوا جيبوا إذن لننتقل السؤال الثاني ماذا تفعل ماذا تفعل الآن أوكي بمعنى ماذا تفعل الآن طيب هل فينا نقول What do you do لا بهذه النقطة أكيد تعرفوا do يعني يفعل What do you do الترجمة الحرفية إذا بننترجمة للغة العربية هي ماذا تفعل لكن المعنى المقصود ماذا تفعل يعني كعمل هنا ماذا تفعل الآن باللغة الإنجليزية سنستعمل زمن المضارع المستمر شو يعني زمن المضارع المستمر اللي بتابعني بيعرف إنه يتكون من verb to be والفعل مع ing طيب بالسؤال متل ما بتعرفوا بالسؤال لح تطلخبط الكلمات فحيصير في عنا كلمات قد تأتي قبل كلمات أخرى وبمعظم الأسئلة لح نستعين بفعل مساعد للطرح الأسئلة في بعض الحالات اللي ماح نستعين بفعل مساعد لكن بمعظم الأحيان لح نستعين بفعل مساعد طيب ماذا مثل ما عم تلاحظوا إنه ماذا أو ما سنقول what إذن what طيب إلا بدنا نستعمل زمن المضارع المستمر verb to be مع you يعني صيغة verb to be مع you بالمضارع هو are إذن سنستعمل بعد what helping verb الفعل المساعد وهو بهالحالة are ثم الفعل you أنت what are you طيب الفعل هو بتلكم أنه يفعل يعني do ولأنه بالمضارع المستمر لحنزيد ing فحيصير في عنا doing what are you doing شو الفرق بين what do you do و what are you doing ببساطة هون استعملنا المضارع البسيط أما هنا استعملنا المضارع المستمر يا جماعة يا حلوين المضارع البسيط منستعمله لما نتحدث عن شيء يومي بيحصل أو يتكرر مثلا بشكل أسبوعي بشكل شهري بشكل سنوي لكنه يتكرر إذن أنت تعمل فهذا العمل يعني ما تفعله يتكرر بشكل يومي تقريبا لذلك سنستعمل زمن المضارع البسيط لكن لما بدنا نتحدث عن فعل مؤقت ويحدث الآن سنستعمل زمن المضارع المستمر لذلك قلنا ماذا تفعل الآن what are you doing أما في العمل يعني نقول what do you do وفينا نقول what do you do for a living طيب إذا بدك تسأل مثلا عن الهوية فيك تستعمل what do you do لكن بدك تحدد مثلا for fun للاستمتاع في وقت فراغك what do you do what do you do for fun أو فينا أيضا نقول what do you do in your spare time in your spare time في وقت فراغك طيب لأن انت الآن ماذا ستفعل في المستقبل ماذا ستفعل طيب بالمستقبل فينا نستعمل إما be going to و will لأنه تنصح ما هنفوت بالتفاصيل الآن عن فرق باستخداماتهم فلحنقول نحن استعمل لتنين ماذا ستفعل أكيد مننبلش ب what طيب إذا بننقول be going to already في فعل مساعد و who will be والتصريف لحيكون are what are you going إذن بدلا من you are going ستصبح are you going what are you going وأكيد في to وبعدين لحنزيد do what are you going to do ما هنفوت بالتفاصيل لزمن المستقبل البسيط طيب وكمان what will you do نينيتون صح نعم نينيتون صح طيب ماذا تريدوا أن تفعل طيب to read يريد متل ما عم تلاحظوا متل ما عم تتعلموا معي معنات want طيب وأكيد ماذا سنبدأ بكلمة أو أداة الاستفعام what وعنا يريد وبدنا فعل مساعد هنا شو الفعل المساعد اللي نحن نستعمله لأنه نحن نستعمل زمن المضارع البسيط طيب زمن المضارع البسيط أنتو هتقولولي طيب الآن نحن عم نتحدث عن الآن لكن أيضاً للمشاعر للاحتياجات نستعمل زمن المضارع البسيط لا نستعمل زمن المضارع المستمر باللغة الإنجليزية يعني مع أفعال مثل feel want need كل هالأفعال بمعظم الأحيان لح تسمعوها بزمن المضارع البسيط منفوت بالتفاصيل أكتر لاحقاً لكن ما تشغلوا بالكن كل اللي بدي إيكن تعرفوا إنه منقول what do you فاعل إذن لأنه زمن المضارع البسيط نحن نستعمل do مع you أكيد إذا كان في عنا he she it سنستعمل does لكن هنا عنا you بعدين الفعل الرئيسي اللي هو يريد want want ونكمل السؤال to do what do you want to do إذن إذا إنت مبتدئ فيك تحفظها إذا حيبب تفهم أكتر القواعد ركز على التفاصيل لكن إذا إنت كتير مبتدئ بس حفظها what do you want to do what do you want to do وما تشغل بالك هلأ بالقواعد كل شي إن شاء الله لح تفهمه وفيك بعد فترة بعد شهر بعد شهرين ترجع لهالدرس إذا إنت مبتدئ وتشوف التفاصيل تلاحظ التفاصيل أكيد لازم يكون في استمرارية بتعلم اللغة الإنجليزية وأنا بضمن لك إذا إنت عم تستمر بتعلم اللغة الإنجليزية إذا إنت عم تتابر إن شاء الله كل هالتفاصيل لح تفهمه ماذا كنت تفعل إذن هنا نحن نستعمل زمن الماضي أكيد لأنه عم نتحدث عن الماضي والمستمر كنت تفعل مش ماذا فعلت ماذا كنت تفعل طيب نبدأ بماذا وتصريف ب أكيد الماضي المستمر كمان لح يكون في عنا ب والفعل و-ing لكن اللي بيختلف إنه ب لح يكون بالماضي إذن شو لح نستعمل يا حلوين شو قلت لكم بالماضي ب التصريفين شو هنه where و was إذن مع you لح نستعمل where قلت هالتفاصيل بدروس سابقة فيكنت الرعولة what were بعدين الفعل you بعدين الفعل الرئيسي مع ing doing كتير بسيطة إذا أنت مبتدئ إن شاء الله مع الوقت فتتعور عليها بس اللي بدي إياه منك هو تتابر فقط what were you doing طيب بالماضي لما نسأل ماذا فعلت هون بالماضي أكيد لح نبدأ ب what و بالأزمنة البسيطة الماضي البسيط والمضارع البسيط مثل ما عم تلاحظوا الفعل المساعد عم يكون يا أما do أو أو تصريف do بالماضي شو هو يا حلوين did what did إذن بالمضارع البسيط والماضي البسيط الفعل المساعد لحيكون do وتصريف do أكيد حسب الزمن أما بالأزمنة المستمرة فحنستعمل verb to be وأكيد منصرف verb to be حسب الpronoun وحسب الزمن إذن what did والفعل you ثم الفعل الرئيسي do أكيد what did you do ماذا فعلت طيب حلوين بينفع قول شي تاني نعم بينفع بينفع تقول what have you done هيدا زمن المضارع التام بشرح الكون إيه إن شاء الله لاحقا لكن حبيت نبهكم إنه فيكن أيضا تقول what have you done ونحك إن شاء الله بالتفاصيل لاحقا بين الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط إذن هلا كان درسنا اليوم لح أرجع إرى لكم الجمل قبل أنه نهي الدرس إذن what do you do ما هو عملك فيك تقول what do you do for a living أو مثلا what do you do for fun أو in your spare time إذا بتكون غير المعنى ماذا تفعل الآن what are you doing ماذا ستفعل what are you going to do وwhat will you do ماذا تريد أن تفعل what do you want to do ماذا كنت تفعل أكيد نحن نفهم إنه الفعل هنا أخذ وقت شوي أطول فلذلك نحن نقول ماذا كنت تفعل بدلا من ماذا فعلت what were you doing و ماذا فعلت what did you do و what have you done إذن هول الجمل اللي حبيت شاركا معكم اليوم بتمنى تكونوا لقيتوا هالدرس مفيد إذا حبيتوا بنصحكم تشاهدوا هيرا الدرس وهيرا أحد الدرس لإلي وإذا أنت جديد على هالقناة أهلا وسهلا فيك نضم لعائلة ماستر إنجلش من خلال الضغط على الدائرة الموجودة أمامك وفعل زر الجرس ليصلك دروسي أول بأول وتكون من أول الناجحين إن شاء الله شكرا كتير لإلكن وبشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل سلام عليكم